عايزة حلل الموضوع بخطوة خطوة ليه قلت بساطة لان احنا مبدئيا هنتكلم في اول مرحلة الفيلم بيطلع منين يعني فيه بيتقالن وبيطلع من المعامل فيه بيتقالن وبيطلع من دول العرض دي مرحلة وبعد كده بيتم استهلاكه ازاي عن طريق في الاخر الجمهور اللي بيتفرج سواء بقى انترنت ودي لها اجراءات لازم تتخذ سواء عن طريق قنوات اللي حالك بتتكلم عليها اللي بيتوا بس احدث الافلام بدون تصريح وخلافه والحقيقة الموضوع بقى اللي هو عائد اقتصادي كبير يعني المحطات دي النهاردة بقى لها حصة في حصة الاعلانات بتتصرف عليها لها المعلنين لانها لها مشاهدة بتتحصل لنسبة مشاهدة فالموضوع الكبير هو عايزين بس نمسيبكم مرحلة مرحلة للمشاهد لان المشاهد نفسه بيساهم في ده ومش حاسس الاندية اللي بتبقى فيها الناس بتبيع بتشتري سديهات وده نادي بقولك انا بشتري من نادي بيبقى السديهات مش اصلية انا فاكر انه شرعي يعني طريق شرعي للشعب الناس مش واخدة بالها ان ده مجهود ناس سنة تلاتة وتمانين اربعة وتمانين طالبنا باستخراق قانون لحماية الفيلم من الفيديو اول من فكر في السرقة كان ماجل الشعب ليه بقى ازاي قالك جينا قلنا له يا جماعة مفروض نجرم كل واحد بيسرق شريط قالك شريط بعد ما يتلمه طب ما انا عندي شريط في البيت ابقى انا هدخل السجن كل واحد فكر كده في نفسه ان هو حرامي فهدخل السجن فخلها ايه ده يبقى كامل من الشرايط انما الشريط الواحد مع الوطب انت بتتكلم انت شريط في تسعين مليون تسعين مليون شريط في ايه في المفروض تجريم اللي بيسرق ربع جنيه زي اللي بيسرق مليار جنيه هي هي مع الفارق الوحيد الحجم في البتاع بس ايه